السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاك يا حبابين. عاملين ايه يا رب اكونوا بخير جميعا. وبسعادة يا رب. ما تنسوش طبعا تحط اللايك. اللايك بتاعكم لماما. طبعا انا بقدم مع رميساء. في الدنيا يا رميساء بسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاك الحباب قلب عاملين ايه يا رب اكتونوا بخير. حباب قلبي ما تنساش الاشتراك في اشتركوا في القناة اتفعلوا الجرس عشان بتصرف لكم الجديد بتعملوا لايك تيكتل الفيديو حبيب قلبي وحشتوني جدا 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 طبعا حبيب قلبي فيديو النهاردة كده ترويق ايه بقى طبعا قط الكنب كده لا طبعا احنا دي قط الكنب واحنا هنجددها معاكم وطبعا كانت ماما عايزة باقي الكنب وكده فعدنا نفكر كده ان يعني نقل بالكنب ركنة فان شاء الله احنا هنعملوا ركنة فخليكم معانا بقى يعني خليكم معانا كده اول باول كده تشوفوا بقى تجديدات الركنة والنهاردة بقى احنا هنشيل بقى الحاجات اللي فيها وكده عشان ايه عشان اللي هيجي اشتغل فيها وكده خليكم معانا بقى الكنب طبعا ده اول التغييرات بتاعتها ان شاء الله خليكم معانا لما تشوف بقى ماما هتعمل ايه ان شاء الله ده كده يوم ما كنا بنحوش بقى المفارش بتاعتها والطولات وكده وكده بقى كل واحد كان مننا بيعمل حاجة بابا بقى كان بحوشها وشاش المخدات عشان هي جامدة شوية فهو كان بحوشها وطبعا رميساء وخلود طبعا خلود دي زي اختنا طبعا جارتنا يعني ربنا يسلحها لها ويساعد ايامها وهي واحدة مننا يعني طبعا كده كلنا كنا ايدي واحدة كده وطبعا ماما يعني كانت تعمل حاجات بسيطة لانها كانت تعبنة خالص فكل واحد مننا كان بيشيل حاجة المخدات كل واحد اللي بشوف حاجة يعني بيشيلها فالوضة بقى كانت مكاركبة بقى شوية وانتو عارفين بقى لما الواحدين وانه يعمل حاجة المكان يعني بيبقى مكاركب فربنا يعيننا كده جميعا ويعين ماما يا ربه وربنا يسلحها لها في اللي هتعمله طبعا هي كانت عايزة تبعي الكناب وكده وتفضل المكان قلت لها فعدنا يعني نفكر كده او فجأة كده يعني قلت لما قلت طب ما نعملها ركنة مثلا فقلت لها والله فكرة كويسة ودي كانت صورة امل وذكرني بتاع التأمين الصحي بتاع المدرسة بتاعها فحبنا نوريكم امولة طبعا بابا كان بشيل الطاولات بقى مع البنات انا صراحة انا مبعرفش اشيل الطاولة دي ابدا انا اشيل المخدد بتاعتها لكن هي اصلا تقيلة خالص طبعا كده كنا بنلمي الحاجات بقى والاشياء بقى الاشياء الكتير اللي كانت تحت الطاولات دي طبعا كنا يعني بنفكر نحوش ايه ولا نعمل ايه ولا احنا كنا بنلمي الحاجات الاول وبعدين ايه طبعا ننفط بقى الشبابيك ونحوش الستاير عشان طبعا تتغسل وطبعا كان فيه اوراق وحاجات يعني ما نلاقيها بندها الماما وبابا وكده طبعا كده المكان بقى فضى شوية طبعا شوه بقى كمية الخراطيم وجلد دي بتوع الدرب بتوع رميساء طبعا وماشاء الله هي بتجي تعينهم هنا جنب الكنبة وماما تقعد تدور عليهم بقى ما تلقاهمش لسا انا ديتهم لماما هو ماما بتقول لكم طبعا ما تنسوش اللايك طبعا على قد ازايك حبيب قال بعمل ايه يا رب تكونوا بخير ما تنسوش بقى الاشتراك والقناة بقى بتاعتنا وبتاعت هاي دي ما تحلمش منكم ابدا ابدا وكل عام وانتو بألف ألف خير وسعداء وانو عد عليكم الأيام بخير من جوه مصر ومن جوه من جوه مصر ومن برا مصر طبعا حبيب قلبي وعلى دماغنا وفي قلبنا وبيتنا وعالتنا الحلوة وعالتنا المسكرة يسعد قلبك يا رب حبيب قالي فطبعا الخرطيم دي انتي يعني هي خرطيم كتير بس وقت ما انا قاجع وسخرطوم منهم ما تلاقاش ولا واحد وما يسأل طبعا بتخبهم مني فيعني بضرب بس ايه يعني شوف على قد حنيتي وحب لهم على قد ما نشرق ما فيش واحد ده تغلط غلطة اللي تغلط غلطة هتتحاسب يعني اللي يغلط غلطة فيهم يتحاسب عليها فارما يسأل طبعا دي انت يعني ايه هي اللي قدامي على طوله بتعمل غلطات كتير فهي اللي تاخد ايه ضرب شوية يعني رب نيهديها ويحفظها يا رب نيهديها اهم حاجة هي يعني طبعا الصغيرة هي بتبقى شائية كده طبعا طبعا كده انا كنت بعمل بنفض البتاع الحيطة من فوق ويعني الجبس والبتاع الجبس والحاجات العنكبوت او كده بمشي برضو ايدي في المكان يعني تبقى تنظيفة بقى كاملة عشان لما الحاجة تتعمله كده يبقى المكان رايق ونضيف بقى القضة كلها طبعا فتحت الشباك ونفضته كنا بالليل يعني طبعا خلوط كانت طلعة وعملتي للمصمار ما عرفنش نشلي السطرة منه راح تشايل المصمار بحال طلع جاتر المهم السطرة تنزل طبعا كنت بنفض الشباك معاكم طبعا بنفض الكنب كده بقى يعني لامم تراب برضو سبحان الله مش عارفة يعني تراب بيجي للكنبة والمرتبة اللي بتبقى عليها ازاي مش عارفة فطبعا تسلام ايديك يا خوخة معانا طبعا تسلام ايديك يا روما تسلام ايديك كده كلنا تسلام ايدك يا بابا انت او ماما وطبعا ربنا يوفقكم وربنا يعين الجميع يا رب طبعا تنظيفات رمضان واحنا بننظف طبعا على طول يعني بس طبعا تنظيفات رمضان دي بتبقى يعني الواحد ببقى مبسوط هو بعمل تنظيفات العلايد او رمضان كده الواحد ببقى نشيد كده وبقى فرحان فطبعا كنا بننقل بقى عشانا كنس تحت الكنب كله طبعا الكنب ده تقص رجليه نص رجليه كده في الفيديو اللي امل منزلة برضو عشان تبقى الركنة مقاسها حلم تبقاش عالية طبعا الكنبة دي كانت مزنوقة وما كناش عارفين نعملها فقلت لها ايه عشالها لك يخلط ايه هتعدي من فوق كده مش دخلة من جنبها طبعا فانا كنت بكنس برضو بالجنب التاني بعدين الحمد لله خلصنا وروقنا طبعا مستنين بقى المناج جداع بالمهيج ويعمل الركنة والكنبة التقص وليس بقى اله وطبعا هيعمل بالفرشة بتاعتي الكنبة برضو يعني مش هنشتري اسفنج او حاجة لا احنا هنعمل بالفرشة برضو هنشتري بس القطن البتاع بس يا حبيبا الفرشة بس الفرشة بس بتاعتها وهيفيد طبعا من اله هيفيد منها طبعا قطن كتير وكده فممكن هو هياخده يعني هيبقى هنبقى مع بعض وكده فربنا يسهل كده ويبقى كده ان نعملها على خير ان شاء الله كده بقى بعد ما خلصنا القطة بقت زي الفل بقت نظيفة الحيطان وكل حاجة فيها بقت نظيفة طبعا بقى كنت غسلتي بالليل بقى الحاجات دي الستاير طبعا والمفارش قلت ان شاء الله هعملهم الصبح هنشرهم بقى اخسلهم كده وانشرهم الصبح طبعا اول ما صحت على طول طلعت نشرتهم بقول لكم بقى حطوا اللايك ما تنسوش فعالوا الجرس كده وتفرجوا على الفيديو للاخر بعد اذنكم كل اللي بحبيني انا وماما ورميساء طبعا وامولا فاحنا طبعا عيلة واحدة طبعا انا بحب ان اصير جدا زي ما انتم عارفين زي ما بقول لكم يعني وكل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة ويعود علي كل ايام بخير يا رب وربنا يرزق كله مشتاز ريا الصالحة وربنا يشفي جميع امراض المسلمين اجمعين ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين بحق شهر الفضيل ده ان شاء الله طبعا كده بنشر معاكم والشموسة كانت طالع واليوم كان جميل برضو اليوم كان طالع كنا الصبح كده يعني انا كنت بنشر الصبح كده اول ما صحيت اليوم كان شموسة كده وكان يوم حالو كان يوم يعني صيفي كده ربنا يساعدكم طبعا ربا يساق كانت جيالي ومعرفش كنت عملت ولا انا عاوز اقولك حاجة عاوز اقولك حاجة قلت لها اقول قلت لا انا عايز اوريك حاجة قلت لها طب اما خلص يا بيت عايز اقول لا انا عايز اوريك حاجة برضو اقولك حاجة قلت لها والله يا ماني جاي اقلا مخلص اللي في ايدي برضو قلت لي ماشا انا واقفالك او فقفضلت بقى واقفة جوا في القوضع بل ما خلص طبعا انا زقت المناديل دي كده عشان ايه لقيت البنفسيجي قلت لا طبعا البنفسيجي هاي بقى ايه مع البنفسيجي والتركوازي مع التركوازي وصد ايه المفارش بتاعته تقولوش يعني يعني المفارش هدي تشاكلي يعني لو الالوان يعني مش جنب بعضها فكده كنتي طبعا خلصت حاجة تبقى بسيطة معي طبعا ما كنش عندي نهدوم دي بس عبيتي كده و ما كنش عندي نهدوم ويه وغير طبعا تاني دي خوخة حبيب قلبي ما تنسوش اللايك لماما ويتدعموها كده وتفرحوها هي تستاهل هي ورمى اساء وهي الناس للناس طبعا ما تحرمش منك ابدا ابدا يا هايد يا رب واسترك يا حبيبتي في الدنيا وفي الاخر واسعيدك ربنا وتبقى اسعد واحدة في الدنيا يا عمري يا رب واسندك بصحتك وبعفيتك ما تحتاجي لحد ابدا ابدا بحق يوم طالع ربنا بحق ايام فضيلة كده بحق ايام كده طالع ربنا استجاب مني يا رب يجد عليك يا حبيبتي يا رب حبيبتي قلبي يا مام انتى والسمعين يجد عليك يا رب انتى وامل والسمعين يجد عليك انتى واخرهاتك والسمعين يا رب rainbow طالع ربنا بحق ايام مفترجة يا رب حبيب قلبي وده شكل النشير بعد ما خلصت اي رأيكم بقى في الريتين بتاع النهاردة جميل ده طبعا جميل عشان عندي ماما وده شكل النشير من الشارع طبعا رميسان اللي نزلت صورت واشوف الشكة على خير الفيديو الجاية ان شاء الله ورمضان كريم ومع السلامة